دي كانت بعض المباراتين من توديعنا لمحمد صلاح نفسه في بطولة أمم أفريقيا بسبب الإصابة وما تلاها بقى من كل القصص المرهقة ذهنياً اللي عشناها بداية من الإصابة ثم بإعلان مدة الإصابة ثم بتغيير الإعلان على مدة الإصابة ثم بسفر صلاح وما تلاهوا من انتقادات بعين ولسان عمر فهمي شاف إيه في القصة دي كلها؟ شوفت في القصة دي طبعاً تخبط كبير جداً للأسف لأن إحنا في النهاية أنا مش دكتور وأنا مش بتكلم من الناحية الطبية أنا مش بعيد تشخيص الإصابة لكن أنا بتكلم في دوق المعطيات اللي كانت موجودة يعني أنت مثلاً النهاردة لو قلتلي ما تشربش الكباية دي عشان فيها سم مثلاً فأنا عندك أنت أنا في مكانك فأنا هصدقك فلو أنا امتنعت عن شربها ما تجيش تحسبني وهنت اللي نهيتني عن شربها فأنا ليا ببيانات صدرت عن الاتحاد المصري للكرة القدم وليه بتشخيصات وليه بصلاح نفسه لما هو ظهر أمام وسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي السابق لمباراة الرأس الأخضر وده على فكرة نفس اليوم اللي يورجين كلاب طلع تكلم فيه وقال صلاح جاي الخطة الموضوع أن صلاح هيجي طبقاً كده The plan for the last to come وصلاح قبلها بساعات قال أنه بالليل ممكن أو بكرة الصبح يصدر كلام بخصوص الاتفاقات اللي ما بين الجهتين على حسب ما أنا فهمت في المؤتمر الصحفي أنا كنت حضره أنه كان بكلام عن المتابعة مش عن قرار رحيل قرار رحيل أعتقد كان هيتمهد له بشكل ما لكن ما كانش أنا ما كنت شايف فيه تمهيد لفكرة انسحاب كامل من المعسكر مشكلة القرار إيه؟ مشكلة القرار أنه هو جيل صلاح هو كابتن الفريق وهو أهم لعب في الفريق وهو أسطورة الكرة المصرية حالياً وبالتالي الأضواء مصلط عليه بشكل بدرجة كبيرة جداً المشكلة الثانية أنه هو لما جيل صلاح أن أي قرار هياخده هيباليه تبعاته بمعنى اللي تقال في النهاية إيه؟ اللي تقال في النهاية أن صلاح مسافر لتسريع عملية التعافية صح ولا؟ طيب صلاح سافر بالسلامة رجع مع ليفربول بعد نهاية كاس أهم إفريقيا فهل تم تسريع عملية التعافية؟ لا بس فهنا فهنا القرار لم يكن موافق أو على الأقل العذر الذي يسيق للترويج للقرار ده أو للقبول مش حقيقاً فمتفسر ده بإيه؟ أنا أتوقع إفراط من الحذر من جانب ليفربول طبعاً هو أنا يجمل فريق وأنا متفاهم أنهما عايزين يحافظوا عليه من الجهاز الفني أو الطبي أو الاتحاد ممكن مش عايزين بقى يعني هما برضو خايفين أن صلاح مثلاً الإصابة تتفاقم أو تحصل أي حاجة لكن في النهاية صلاح اقتنع بوجه نظر ليفربول طبعاً برضو صلاح خلي بالك وبرضو مش دكتور بس في النهاية إيه؟ يعني عشان برضو حاش يقول لك إيه؟ بس صلاح ما كانتش مثلاً أصلاً أنت بتحمله المسؤولية بس صلاح ما كانتش إصابته مثلاً مقلقة يعني إصابته كانت هتاخد وقت أطول من الشهر ده لو كانت عالج وبقى مع المنتخب يعني دي شد في الآخر يعني ما كانش هيزيد عن شهر وهو قعد شهر هي دي بقى المشكلة يعني فيه ناس قالت إيه؟ فيه ناس في الأول بيان بيقول شد آه مظبوط بعد كده قال لك لأ أصدا من الدرجة الثانية لأ أصدا تمزق جزئي فإحنا بقيناش عارفين يعني فأهمني لكن الناس بقت بتقارن بحالات أخرى في نفس البطولة يعني فيه حالتين كانوا في نفس البطولة حالة سباستيان هالير نفسه مظبوط فكامل بابقى أولى أنه يقول مثلا إيه؟ والله أنا كامل التأهيل في دورتوموند في ألمانيا وألمانيا في الطب الرياضي ما شاء الله وبعدين هيجي أنضم المنتخب بلدي لما بقى فوليفت لما بقى خلاص لائق بدنيا مصير الدين مزراوي نفس الحكاية وبرضه بيلعف بايرن في ألمانيا جاي برضه منضم المنتخب المغرب مصاب ومصاب من 15-12 وكمل وبعدين لما بقى لائق قدتد يشارك في الأواخر الناس رجأت خدت فلاشباك لبطولة الكاميرون بطولة الكاميرون كنا عندنا حالتين أو ثلاث حالات من الإصابة صابت أكرم توفيق في البداية طبعا كانت إصابة ست شهور فكان لازم يمشي إصابة حجازي بعد كده صابت حجازي كانت من اللحظة الأولى تمزق في أوطار العضلة الضم أنا فاكر أنه كنت موجود في الكاميرون وحجازي قاعد مش قاعد شهر عشان يلعبش حجازي ملعبش مطشل استنغال في تصفيق كأس العالم اللي نعم في هناك في القاهرة ودكار ورجع في أواخر شهر أربعة يعني قاعد حوالي ثلاث شهور ووش الناوي كانت إصابته عضلية في الخلفية وكمل البطولة في الكاميرون وكان بيقعد جنبنا في المدرجة وش الناوي المرة دي خلع في الكتف احتاج تدخل بالمنظار فسافر فهي دي القضية هل فعلا كان إصابة صلاحة تستدعي هذا؟ أنا أتوقع أنه كان فيه إفراط من الحزر من جانب ليفر بول وده إفراط مشروع وأنا أرى عدم رضا منك على إدارة المشهد بالكامل صحيح لو هترتب من تشير إليهم باللوم في القصة دي كلها هتقول واحد مين اتنين مين ثلاثة مين اتحاد الكرة واحد اتحاد الكرة صلاح نفسه كان لازم أنه يكون واضح من البداية في إيه في أي نقطة يبقى أوضح اللي تصلاح حتى لو هو حسن الموضوع لأن خلي بالك إيه أنا لما حسني فيه حاجة بتمسني أنا شخصيا وبتؤثر على صورتي كقائد للمنتخب لابد أن أنا أقول أو أطالب حتى المسؤولين يجب علينا خلينا نوضح الأمور بصراحة من البداية لكن تكتيك أن هي والله أصحنا عايزين نخلي الإصابة دلوقتي أو مش عارف كذا أو كده ده يعني عليه علامة أنا عرفت أنه بيتوريا هو اللي طلب أنه يتكتب ماتشين علشان المنافسين ممكن بناءا على احتمالات مشاركة محمد صلاح يحطوا أفكارهم فيعمل زي تكتيك يعني أو خطة الإيقاع بيهم زي مثلا مباراة أورو جواي في كاس العالم نزل محمد صلاح يسخن رغم أنه ما كانش هيلعب فعشان كان رحهم لعبينك كوبرا أبلها قال صلاح جاهز أنا شكر كويس مزبوط فهو كان هو اللي طلب أنه يتكتب ماتشين رغم أنه الدكتور طلب أنه نكتب على الأقل ماتشين فاشال كلمة على الأقل دي ما هو لو هو طلب يعني برضو لأنا عرف أن الصلاح مش لعب صغير صلاح لعب كبير جدا مزبوط صلاح لقي قلة عن كريستيان رونالدو أو ماسي كقيمة هل من الممكن أن أي حاجة تخص رونالدو أو ماسي في فراءهم أو حتى مع المنتخبات تتم بدون علمهم وبدون رجوع عليهم وبدون استشارتهم لا بزبط فأكيد صلاح بشكل ما كان في الصورة هذه القضية مزبوط كان في الصورة كان في الاجتماع في الأعدة بزبط بتاعته هو وإستس خليد الدرندالي ودكتور محمد أبو العلا والزميل محمد مراد المسؤول عن المنصق الإعلامي للمنطقة بزبط فبالتالي كان عنده تصور أن ده اللي هيتقال وبالتالي هو اقتنع بهذه الرؤية فالاقتنع بهذه الرؤية يحمل شيء من المسؤولات حاجة تانية برضو أخيرة إن أنا دلوقتي كصلاح يعني لو أنا قلت إن أنا خلاص الإصابة دي تمام وهنكتب يا جماعة أسبوعين بس طب ليه بعدها بساعات ليفربول طرع وقال لأ ده الموضوع ممكن يكمل لغاية النهائي نظبوط فهنا طبعا روي فيتوريا إذا كان هو فعلا تدخل وقال نشيل كلمة على الأقل ونشيل الكلمة دي أعتقد نواية تحمل جزء كبير جدا من المسؤولين ثم اعتذر كلوب ضرب القنبلة وقال لهم يا جماعة ما تقرفونيش بقى أنا آسف نظر كلوب أحد أكبر المسؤولين على فكرة لأنه هو حتى دايما بيتورط بتصريحات بتفهم أحيانا كده لكن بس في النهاية أشدد لما أقول صلاحي رحمل جزء من المسؤولية ده مش معناه التهام أو مش معناه أنه إحنا بقى يعني تحليل آه بالزبط لا يعني عادي يعني أنت كقائد الفريق طب يعني بعض المسؤولية تلقى لك ضريبة القيادة طبعا أنا هسألك إنك بشكل نقدي يعني مش بشكل ما تابعته بنفسك هل موقف زي ده كفيل بأنه طب ما نشوف مين أحق بشارة القيادة أعتقد يعني فات الوقت فات المعيد صعب جدا أنك تسحب شارة قيادة من حد آه بعد ما أخذها ما بالك باله والحد ده هو صلاح صلاح مصبوط فعني لو أي لعبة أصلا فكرة نكتخب منه الشارة دي حاجة يعني ما تنفعش تقلل جدا من الإس تقلل جدا من الشخص وفي نفس الوقت ما ينفعش تاين ترجمة نانسي قنقر